يقول وزير الخارجية النمساوي يعلن التزام بلاده بتحسين وضع غزة وضرورة حماية المدنين يعني في الخبر ده نشوف ان هناك تحول يمكن على مستوى يعني وزير الخارجية ده هناك تحول في سياسة النمسا تجاه قضية قضية اسرائيل وغزة وان كانوا البداية كانوا بيقولوا ان هو ده اسرائيل بتعمل ده دفاع عن نفسها حاليا دلوقتي لدينا فيه توجه من وزير الخارجية ان هو بيقول انه الدولة ملتزمة يعني سيد شالنبرغ حاول يعمل نوع من التوازن بالخطاب الاعلامي خلينا نقول يعني وقال انه الرد الاسرائيلي لا يتكافأ مع حجم يعني الوضع او الهجوم الذي تعرضت له اسرائيل يعني من خلال حماس فحاول يعمل نوع من التوازن بالخطاب وقال ولكن في نفس الوقت قال نحن نضمن لإسرائيل او ندعمها بحق الرد والدفاع الرد والدفاع عن النفس يعني هذا الكلام قيل ولكن نفس الوقت كمان قال وزير الخارجية شالنبرغ بيعتقد في مطلع هذا الأسبوع تقريبا قال انه من خلال زياراته كان في بروكسل وبعدين انتقل الى نيويورك لقاب الجمعية العامة هو لا هو ينقل الكلام ده بالضبط وقال انه نحن نحن يعني قال اشيع عن النمسا انها هي قريبة فقط من اسرائيل ولكن وقال بنفس الوقت لا نحن نحن لنا علاقات وطيدة مع العالم العربي والتقى بوزير خارجية الوزير خارجية السلطة الفلسطينية والتقى بعدد من السفراء العرب للتباحث في هذا الشأن ولكن هل هذا فعل حقيقي ام هو فعليا عبارة ليس اكثر من تصريحات دبلوماسية لتعبئة وسائل الاعلام ولعمل جزء من التوازن انت لا تصدق الكلام دا انا لست مطالب بالتصديق او التكذيب استاذ مندوح انا اعمل على قراءة الخبر نحن نقرأ الخبر بس هناك تحول هذا تحول بالخطاب هذا تحول بالخطاب فرق بين التحول بالخطاب وكلامك صحيح وفي نفس الوقت قال قال اننا زدنا قيمة المساعدات الانسانية لغزة ب13 مليون يورو تقريبا وقال انه لا يجب على المقاتلين في غزة ان يضعوا المدنيين كدروع بشرية ايوه لكن انا شاف ان دا تحول ايجابي لان دا وزير الخارجية اي كلمة بيقولها او اي كلام بيعرب عنه دا اكيد كلام مسؤول بالمئة بالمئة فينا نقول ان هذا فعلا تحول ايجابي على الاقل على مستوى الخطاب بداية او ايجابي او ايجابي